تصغر الجامعة الأمريكية في الشارقة بالعديد من المختبرات التي تساهم بشكل كبير في تطوير العملية التدريسية اليوم سنتوقف مع أحد هذه المختبرات وهي مختبرات كلية الهندسة في الجامعة يسعدني أن أرحب بضيفي الدكتور عاصم صغيرون العميد المشارك وأستاذ في هندسة الحاسوب حياك الله أستاذ يا مرحب مرحب ونرحب بتلفزيون الشارقة ونشكركم على هذه السانحة دكتور بداية نتعرف على مختبرات كلية الهندسة مدى تأسستهم الهدف منها كلية الهندسة انشأت في 1997 ومنذ انشائها حرصت الإدارة حرصا تاما على تجهيزها بأحدث المنشآت والمعامل التي تكمل تتير والتعليمية بالنسبة لطلابنا والآن عندنا ما يفوق ستين معمل في ثلاثة مباني وهي تحتوي على أحدث الأجهزة المتطورة في جميع المجالات أنوع الهندسة وعندنا سبع برامج هندسة الصناعية، هندسة الكيمائية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية هندسة الحاسوب وعلوم الحاسوب، فالمعامل شتى وكلها تخدم هذه البرامج لتجهيز طالب أو مهندس متكامل دكتور ما أهمية هذه المختبرات في تطوير العملية التدريسية لكل طلاب كلية الهندسة؟ دور أساسي ومحوري، أساساً الطالب الهندسة المكون التعليمي له جزئين، واحد نظري والثاني عملي المحاضر أو أستاذ الهندسة عنده محاضرة في المحاضرة يقوي الطالب نظرياً يعني بديه الـ theoretical framework بيحكي له عن الجانب النظري في المادة وهذا الجانب يكمل بتجربة hands-on في المعامل المختلفة في كلية الهندسة فبالتالي أنه لإخراج أو لتجهيز مهندس فعال الجانب العملي أساسي وهذا الجانب العملي foundation أو أساسه هو المعامل الحديثة المتطورة فهذا الهداف الأساسية بالنسبة لكلية الهندسة إنه المعامل المصاحبة الجانب النظري تكون مجهزة وحديثة في يميع الميالات نعم، دكتور خبرنا أكثر عن المختبرات، ما هي أبرز وأهم المعدات الموجودة فيها والأقسام كذلك التي تحتوي عليها طيب، المختبرات طبعاً زي ما ذكرت أنواع كثيرة ومتنوعة تختلف من برنامج لبرنامج يميعاً وعالهندسة هنا كل الـ disability، التخصصات عندها معامل مكملة للجانب النظري من المعامل، يعني المعامل اللي احنا فيه دلوقت دايس بتاع الميكاترونيكس دايش تعملوه طلاب من هندسة الميكانيكا، هندسة الكهربائية وطلاب الدراسات العلية كذلك لا ننسى إنه المعامل كذلك تخدم الجانب البحثي فعندنا طلاب ماجيستير عندهم مبحاث ثرة تحت إشراف أساتذة كفاءة جداً من الهندسة في المعامل هذه نعم، عندنا معامل أخرى مثلاً كنا في المعامل لديناكم زيارة قبل شوية، المعامل لطائرات بدون طيار مثلاً عندنا معامل الكيميا الحيوية اللي لها علاقة بتوصيل الدواء بالطاقة الفوسطية عندنا معامل اختبار المواد، عندنا معامل الزكاء الاصطناعي فالمعامل زي ما قلت لك هي 60 بلس، 60 بلس معامل ومجهز بأحدث التجهيزات لتكميل التجربة التعليمية بالنسبة للطالب وكذلك نراجع كل سنتين ثلاثة تحديث المعامل وإذا في أشياء جديدة مثلاً ظهرت تكنولوجيا طبعاً التكنولوجيا متطورة والتطوير سريع جداً جداً فنحن نحاول نواكب بغدر المستطاع والحمد لله لحد الوقت ناجحين جداً جداً في المواكبة وشبابنا وطلابنا أو المهندسين يتخرجون على معرفة بأحدث التغليات نعم دكتور ما هي معايير وإجراءات السلامة العالمية التي تطبق من قبلكم للحفاظ أكيد على سلامة الضمار؟ والله طبعاً إحنا دائماً كنا سباغين في هذا المجال جراءات السلامة موجودة بإصرار مثلاً كل المعامل فيها ملصغات عن جراءات السلامة كل قسم هندسة عنده كتيب أو دليل الرشاد على السلامة والبروتوكولز بتاعت السلامة ورشاد نهو كذلك الطلاب قبل ما يبتدوا المعمل في أستاذ الأستاذ المزئول عن المعمل وكل معمل مزئول عنه أساذة يحملون ماجستير وهم يشرفوا على المعامل ودائماً بنوروا الطلاب في الإجراءات السلامة وبدوهم هذا الكتيب أو الدليل الرشاد دليل السلامة فمطلوب منهم يدرسوه أو يمروا عليه أو يراجعوه قبل العمل في اللاب فبالتالي الحمد لله واكبنا وأصرينا على أنه يكون المعامل بتاعتنا على أحدث المستويات العالمية دكتور أخبرنا كيف تجد الطلاب الخريجين من كلية الهندسة من الجامعة الأمريكية في الشارقة نحن فغرون جداً بخريجي كلية الهندسة وتأكيداً لأن التجربة متكاملة وتجربة لا يستهان بها في المجال العملي في تصنيفات عالمية في آخر تصنيف عالمي طلاب كلية الهندسة الخريجي كلية الهندسة اختيروا كنمبر ون بأصحاب العمل يعني البدل أصحاب العمل إذا عندك فرصة تعين مثلاً أو تخريج هو المفضل بالنسبة لك ففي الكيو اس رانكينج والحمد لله كلية الهندسة طلعت في تصنيف الأخير نمبر ون الأولى في هذا المجال وذية دليل على أن طالب الهندسة طالب الجامعة الأمريكية الشارقة كلية الهندسة يلتحق بمجال العمل وهو ready يعني to join يلتحق بالعمل ويبتدي التدريب والمباشرة المهنة بأساس سليم وقوي اشتركوا في القناة